بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بيث مثلا السلام وربي فلهو السلام عليكم ورحمة الله كني جاء الله ربي ذرفون كي قارن زجح كني جاء الله ربي ذرفون إن شاء الله Carten يكون هناك ربي سلسل إن شاء الله يكون هناك ربي سان لم يعد أرجوك السى الدرس ويمكنك التطبيق ويمكنك التعامل الذي قرأت القرآن تسمم الله وإن شاء الله إن شاء الله كستفك من الحرمة كنفك ربي الحرمة كستفك من السر كنفك ربي السر إن شاء الله نكون المعاون ربي القرآن يناد في صورة المائدة يناد وتعاون على البر والتقوى أفوز الكفوس المعاون يكون إن شاء الله فيما عمرت ذير وجغد جليم زوران أنا قد أسمه كزال إذا غايت مثلا الدرس بواسع أسمي فيما عمرت فيما عمرت إذا زوران أنفذ كنس يسم مدني الثم عمرت الزاوية فيما عمرت ذي الأصل اللغوي نس ثو ساد سي العمارة مارس نظر الفلاني ذان عمار أرجاز ذان عمار ذان عمار المعنيس ذوين أمثرجا قرنك أرجاز ترجا ثمطث تمذا أرجاز ترجا ذان عمار يتساويد الأرزاق سخام سخاميس أرجاز ترجا ذان عمار ذان عمار ذان عمار أرجاز ترجا ثمطث تمذا ثمذا القلتة يسقنص الدرجة القلتة تجمع خطرة ثمطث ترجا لديه ذان عمار أنعب سي مند ترجا أرجاز ترجا ثمطث ترجا ذان عمار ثمطث تمذا ثمطث تمذا ثمطث جمع ثمطث تمذا الضرم المثول أثم جفذب سيتو ذرثنسن في اللحن ديف اللحن صفي عادي ثم توثيح هرزن ثيف تيوغو ايه هرزن اي رديو اولاقي الاصل اللغوي مارد ثم عمر ثم عمر ثم عمر ثم عمر تملأ وتعمر القلوب بالإيمان والعقول بالعلم والعرفان وتضبط السلوك والوجدان المعنى يس تفيت انتاكو تسجاد شرحه وقبلت شرحه في مثالك دين اخيري مثلاين فانعنان ثم عمرين اكلمالات ناثم عمر ثقي بالذات على وجه الخصوص ثم عمرين الناغ سعد تاريخ مشرق تاريخ مضي تاريخ ايقرزن ايشفحن ايقلهان زر ميغار اخطر ثلاغ ثم عمر ثوث غافارا كانت حاضرة ثم عمر عبر التاريخ كانت حاضرة في تعليم القرآن وتحفيظه ما انتهى القرآن أثس الماذن ذيثم عمرين إن الماذن الطلباء أقارن ذيثم عمرين اولى ربيت واحفظ وثقي المسألة مهمة جدا حتى في احلاك الظروف في ظروف الاستدمار الفرنسي التي طغت تجبرت دمرت ولكن طمست ولكن الزوايا كانت قائمة صامدة صمود الجبال الرواسي ثم عمرين ذي ذورير إفدان إفدان قفلنت الاستعمار وجينتال الخضمنسنت وجينتال الرسالة ثم قرآن تلي هي تعليم القرآن وتحفيظه ذاق ثم عمرين ذي التاريخ النظ ونفي السوية تعواننت إجلل إمغذان إمسفريذ ثم عمر ذاق خم بين أرنسياء خم ذاق خم بين أرنسياء خم نظم سفريذ ذاق خم الجميع ثم عمر زيد ثم عمرين ذي التاريخ النظ أربنتد إرقز أربنتد المجاهدين أربنتد المقاومين والمقاومات طبعا وقته الدرسي لا يسمح بالتفاصيل ولكن تكفي الإشارة معنى كانت الزوايا أيضا حاضرة عبر التاريخ في بناء الرجال وتأسيسي الركائز ثم عمرين للانت صغرنت القران صغرنت اللغة من الوحي اللغة العربية وهي لغة الوحي ربي قال إنا أنزلناه قرآنا عربية وفي آيات أخرى بلسان عربي مبين والحمد لله نفاد القفايل النغل الشيخ النغل سن ثم سليثة مليح الغرنت والصغرنت صغرنت الثم عمرين الساقل المقاومة وإن الله يباري إكشفان أمشي الغرنت الثم عمرين الآجرمية ذي اللغة العربية الثم عمرين ذي اللغة ذي ثم عمرين حضرنت مم ذي قوين يعنان زراعة القيم هذا عبر التاريخ ثلاغ إذن كلمة ثم عمرت من العمار عمرت القلوب بالإيمان وعمرت وعمرت النفوس والوجدان بالقيم وعمرت العقول بالعلوم والعرفان هذه رسالة الزاوية عبر التاريخ ولكن سمحتي جميل أن نذكر الأمجاد جميل أن نذكر التاريخ المشرق ولكن الأجمل والأكمل أن نبني أمجاد على أمجاد وهذا هو الأكمل جميل أن نذكر فضائل الرجال والفضل للسابق وإن أحسن اللاحق ربنا علمنا في القرآن أن لا ننسى فضل السابقين في قوله في صورة الحشر في الآية العاشرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان أربع فويا ثافظي مزورا إغزوارا أجمعت الخير لا يمكن أن ننسى فضل السابقين الذي ينسى فضل السابقين لا يمكن أن يذكر لا يمكن أن يكون له أثر لأنه هو نسي فضل السابقين سينسى فضله مهما ارتقى وعلى سينسى حتما أردني الأول الناس بكري كيف يشخدم الزوال في معمرين بلا شي لا شي ما كانش الطرقان ولا شي فردان ده دراف وقال نزي يما ذي معرنا ما سي معرين ولا شي تركتورا ولا شي كاميونان ولا شي لاجري ولا شي بطنيير ولا شي الوسائل ولكن مع ذلك سعنا نرى يمزورا ذا شو سعان سعان الإيمان ذقول وننسا سعان في الدين ذا ينسا ذا السابقون لا يملكون المديات ولا الوسائل الميسرة لا جرارات ولا شاحنات ولا وسائل تكنولوجيا انتع البناء العمران ولكن بنوا وأقاموا هذه الزوايا العامرة عبر المنطقة منطقة القبائل وعبر تراب الجزائر قاطبة بما يملكون من إيمان وغيرة على الدين سعان في سمين سعان الإيمان كان أخدم زورا تموشوها أخليون ديوازرو وضا ديوير الرمل وضا ديوير السيمان وضا ديوير يخال وضا ديوير سولاس الغاذان لانتما عبرني كانتما تحصان استريقا لنزيه أم بعد أدوين الشيخ أدوين خطرف فوذين ثام وسنين أثداوين والحمد لله لم ينقطع القرآن عبر قرون منذ الفتح الإسلامي منذ الفتح منذ دخول الإسلام إلى البلد إلى الجزائر لم ينقطع القرآن إطلاقا بل حتى في أحلك الظروف الشيخ محمد متوليش عراوي رحمه الله نهار رزال جزائر يعني فوجئ بالناس الذين يحفظون القرآن عقب الاستقلال قال كيف هذا الشعب اللي استعمره أخطر وأبشع مستدمير في العالم فرنسا التي دمرت وطمست إلى آخره كيف شهد الشعب أراه يحفظ القرآن الكريم قالك دخلت الزوايا والمساجد لقوا الحزب الراتب قالك عرفت السر أدركت السر قمع هذا الشيخ أعرفه شخصيا وجلست في مجالسه كثيراً رحمه الله وذكرنا جملة من المعلومات والمعطيات عن هذا البلد في رحلاته وفي خدمته ورئاسته لللجنة الأزهرية لزارة الجزائر بعد الاستقلال إنك عرفت السر الآن مع انتهاء من أسباب حفظ القرآن في الجزائر الحزب الراتب إنك وهمها الشعباقي ما زال يقال القرآن ما زال يحفظ القرآن يعني دفلس لإستعمار من فرنسا يرنى ما زال إنك أسميد الفغة مع مراه وفي الجوامع لأصغار لقارن الحزب الراتب النين فغيرك فهمك فهمك حقين السر خطره مثلا يخدم الله المراجعة وإنه غيران يحفظ الضغط المراجعة وإنه غيران يحفظ هذا يحفظ يحفظ ما تهي السر أي غير خطر يسل يجلس يسمح مثلا بش الديني غيران ما زي مزيور سان في اسمين أصف الله مغار ذروح ساسيف موري سعر لفلح أدين جرى أغانيم أغانيم أدين مغانيم أدينجر لقلام يخيز ولاش الأرديناتور ولاش المؤين أغانيم تورا أدلقلام ذا غانيم لقصب ذا غانيم أثدي ينجر ذا القلام أثدي يوار ما عمر ذا يوم يزمر واذا يوسمخ واذا يوثاغ وكوش يوث في مغار وديو في تثزر في مغين يغمان ودي في الزيث إلا ذا يدين يقبل أدنى في إيمان نغ ذا ما عمر نسي في هلول أذير ذا ربي في اللس أقلغ ذا صف لقار ثم زورا ربي سبحانه في صورة الحشر ذكر في الآية الثامنة المهاجرين وذكر في الآية التسع الأنصار يحبون من هاجر إليهم ويوثون على فسهم ولو كان بهم خصاصة بعد ذلك في الآية العاشرة علمنا لكي نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان قلت هذا الكلام من باب الوفاء لابد أن نكون أوفياء لأولئك الذين تركوا لنا هذا الخير بش ندعو لهم في ظهر الغيب أن يرحمهم الله عز وجل وأن يجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق رسالتي مع المرث الآن خلاص تاريخ مشرق ولكن نحن ماذا نصنعه الآن أنا خذ ما نكون ثورا نسالي مؤيان ولاش الزمان اقسالنا زمان بسع الله يبارك لقد مع المرث لكليماتيزور بكري الطلباء عاركم تحضب لكليماتيزور عندكم فريجيدي رسيدين والمكلام ليحاو يحاصر ذي الطلباء ذنيثني هلا ديف في المشارة شن من يغدوه لكي خطر سمحولي الشعب الجزائري عنده قاسم مشترك يصنع التاريخ ولا يكتبوه الشعب الجزائري يصنع يصنع التاريخ ولا يكتبوه الشعب النغ يخدم ما شاء الله يوشتري يلا وكلما نقرأ ساقي ليوميات نقرأ آثار أتفض يعني قرأت منذ سنوات طويلة كتاب انتاع الشيخ عبد الفتاح أبو غد الله يرحمه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل لكن أرجع زيكي لكوني زرع يمغارن أنه قد يكلف لسه أي خطرة أمي الشيخو في القاسم نقول الشيخ يلا ندقي الشيخ عزق شرفاوي الأزهري والمشيخي أميك ساعدين الحيف أميك ساعدين المزيرياء أميك صفرون أميك سولاش ولكن سبحان الله أربي سبحانه وفقث جندش أغدجان نكوني أسا أسا الله يفارك كل شيء سهل لموين الله تالخير الرفاح تخوص كان إلا قن أمر مشوط الإيمان أو تسمين إلا قن سعو تسمين أرغي السوضن باشا نحر زين أغدجان وانسنرني أين أغدجان رسالة الزاوية لثمان مرث تتمثل فيما يلي الرسالة الأولى رسالة تعليمية إلا قد تعليم التعليم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة التعليم رسالة شريفة لثمان مرث لابد أن تحرص على أدائها أحسن أداء تعليم تعليم القرآن لم زوارهم أولا ربي بالمناسبة المغاربة كامل لكن من لا يظهر عندنا منهج مشترك التركيز على القرآن أولا قبل العلوم الأخرى وهذا عند علماء المناهج أمر طيب في القرآن إذا مزواره أذي تشار إذمارا وأذي تشار اللاغا أبردس للعلم النظام سهل إذن لابد وإذا قايت مثلا سمحته نظراء أغفل النظر نظراء بالله ثم عمرين عند خصن طلبان عند أغور نظراء فياكو مي إلى قل ما وانا ربي وتعاونوا على البر والتقوى ولكن على الأقل في العطل خطر زمدي ثوران الطلباب والسام والسيام اللي يسي الجامعة وكذا وسعينا للوقت الآخر سمانة حشرين يام كل سمانة يومين كل خمسة شنو خمسة يام هادي يقول هكا ثم عمرين هداسا خطر ما يطلبان زران بها هداسا تلتيان يعني حجا وفرجا هداسا هداف الله يبارك المشايخ ويعلموهم على الأقل بلك على مدار عشر سنين أتظيون يحفظ عشر الحزاب الله يبارك بلك يضائيون يحفظ عشرين الحزاب الله يبارك كل يوم ما تيسر حبيث نقول هذه فضلا عن الطلب الدائمين الطلب الدائمين نقولكم سادتي حافظ القرآن هذا هذا شرف عليكم في الزمن الجميل الزمن الجميل الزمن يأتي واحد يحفظ القرآن الكريم يكرمون القرية يخرجوا ويخرجوا للمدينة وكذا يستقبلوا استقبال الأبطال لأنه يحمل في رأسه كلام الله في رأسه هذا الجامعة هذا المعمر في 1982 وفي رأسه يموت 1340 تسوخ اسمه تسوخ في 3 ساعة 4 وفي رأسه أصبحت الشيخ في القسم في 3 ساعة 4 وفي رأسه تحرمت الزمن وفي رأسه والصور وفي رأسه إلى الأخيرة يكرد السباح كثيرا الفجر هذا يريد الذي يرام له الذي يرام الله يريد الزمن وفي رأسه يريد صلح اليوم يوم يوم وفي رأسه ليس الزمن فقر ثق وفي الواحد وفي رأسه أعطينا أن يشكيه ما يشكيه أنت تتعود مباشرة إنه قد تتعرره إذا كنت أعطيه إنه قد تتعرره تحفظه على ربي تستهل بشكل سلم في كيه الدرس في 1982 كانت تتعرره سألت مثال أو القد تتعررًا يعني أنه تتعرر کہ يحفظ القرآن ما لن يكون لا يكون المفصلين ما يريده أنه لعباء ما يريده أنه لعباء هذا ما يريده أنه لعباء لا يحفظ القرآن ما رحله كذلك غلط إنه قد تقول لاربي سيدنا الرحمة إذا كان يعيب ذلك نفد لك في اللوجيسية لكن غير يكون حافظ لكلام الله ذلك أجمعات الخير من هنا تأتي التداعيات تداعيات لنشوفها في واقع الحياة ولكن ربي ند إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أنفد الله ربي سبحانه إن شاء الله قد يوالي سيطن الرحمة الإسانة تعليمية أولاً ألف للقرآن الكريمي أولاً اثنين نبدأ للسنة المطهرة الوحي الثاني سنة الفصدر يسلم زرام بالإصغارين للشيخ نازيك الموطة موطة الإمام مالك عالم المدينة إمام دار الهجرة كان يدرس في زوايانا بشكل كبير جداً سنة وكان يدرس البخاري كان يدرس مسلم المهم يعني ميراث النبوة السنة نبوية قرآن وسنة ميراث النبوة قرآن وسنة ألف القرآن السنة إيلاق السنة 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 سلتغيانا إيلاق تدرس هذه الكتب لابد كتب السنة ثلاثة نغجين تعليم الفقه من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين هكذا قال النبي الصلاة والسلام في حديث معاوية من أبي سفيان رضي الله عنه إذلك سادة الأفاضل باقي في هذه الزاوية والزوايا المجاورة كان يدرسه سي ذي خليل أكسقاراً سي ذي خليل معناه المختصر الفقي للشيخ خليل درس في الجزائر بشكل معتبر في زوايا ومساجد الجزائر منها هذه الزاوية كذلك صاحب الرسالة ابن أبي زيدين قيرواني كتب الرسالة كتب ابن عاشر مثل ابن عاشر ذي الفقه المالكي هذه وغيرها كانت تدرس وكذلك ألف باج جيم دال أيضاً تعليم اللغة أنامه نظروا نتاج الرمث أتصغرين نتاج الرمث لغة الأجرمية نعرف من رجال المنطقة من هم سدنة اللغة العربية يتحدثونها فصيحة بلا لحن خفي أو جلي وهم أمازيغ يحسنون أيضاً لغة الأمازيغية ويتحدثونها أيضاً بفصاحة مع أن تنمو نفاد إيم غارة نكسل تقذيلي ثم مليح ذي حدد البوال أما كن دغسلن فعرف ثم مليح ذي حدد البوال ثم سديث فعرف والقرآن ما كن ظرام الويعى ينس ذي اللغة العربية كما تعلم رسالة السنة هي رسالة طربوية سمس الآية في صورة الجمعة الآية الثانية يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم لأنه الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كين تعليم وكين تزكية والتزكية طربية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من لسها الزاوية لا بد أن تؤدي دورها التربوي دورها التزكوي تزكية من خلال حراسة القيم زراعة الفضائل ونبذ الرذائل ثم ثالثا رسالة إصلاحية وبذلك أنتهي رسالة إصلاحية سادة الأفاضل لم تنقطع الزاوية عن أداء رسالة الإصلاح عبر التاريخ منذ تأسيسها منذ قرون سلقون 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 ثم عمرت تخدمت قدش إلا وهي تخدم الإصلاح مقصود الإصلاح مقصود الإصلاح إصلاح المجتمع معنسها ساعة دور وقائي ألف والساعة دور علاجي با بما عند الدور الوقائي في معمرت الله يكفي أنظر أنظر بالنسا ثم عمرت ذو قول لغن ناغ ذو قول لغن ناغ نسا ثم عمرت ثلاثي المجتمع ثلاثي المجتمع ثلاثي يكفي هذا وثم عمرت ساعة دور في خدمة المجتمع وتأطيره مساعدة الفقراء والمساكين والمغابن ونسا عن اللهم ونسا عن ثالي وفي ساعة إلى آخره مع أن تسلهي فاني الساعة سلق دور الساعة الساعة ذيان أكارث قل معمرت يذين الله أهلا ما تنيردول أهلا ما تنيردول إلى أن تقوم الساعة ممكن يقول يسوى صنطر كوميرسيال سيقوم هادي يسوى سيقوم بقواله في معمر ستظل هكذا وقفا لله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها انظروا إلى النظر المستقبلية نظرة المآلات أنت علماءنا وما شيخنا الأوائل ولكن توفيق الله معهم لأنه التوفيق ربي صلى الله عليه وسلم أنت صح بشي كان سموش لي وحدث يا خي قرنك أمذان العبد تصحبير أربي تضبير العبد بالتفكير والله بالتدبير والساعة دور إصلاحي دور يعني علاجي ماذا دي الله وغور وما شيخ العيف أنسع وغور ماذا دي الله النزاع الخلاف أنا ثمورث أنا الزمورث أنا الثوال أكنف إلى الخلاف ثم عمر الغذاء ساعة دور الإصلاحي تطبق مقتضى قوله تعالى في صورة النساء الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما وش عيب النس باش يختلفوا ما شي عيب يختلفوا على الحدود يختلفوا في الشركات يختلفوا في السوق يختلفوا على التاركة المواريث ما شي عيب ولكن العيب اللي يرفض شرع الله يقول ما نقبل الشرع أنت عربي اندير رأي هنا الإشكال وقيدوا وفور ما دفضي يقبل غير يكيني إن كيني يدخل ما غير رأي هاتس أنت واغيث سيجيك قرحا ذيني من ربينا يغذي القرآن سلام السلاء الآية 65 من صورة النساء فلا وربك لا يؤمنون نفي كمال الإيمان حتى ثلاث شرط الشرط الأول يحكموك فيما شجر بينهم يضرع الخلاف إلا قد سفروا على حسب الشرع عن الانفيس الله وليسلم شرع عن ربي الشرط وسين ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت مع أنت لازم قابول لحكم الشريعة لا يوجد مما قابول تقول لي نطبق الشريعة ولكن ما نقول لك الزائف لا لا إلى قصر رضا ثم لا الوراء الثاني إلى جنسي الحقيس ثم توث نظر نرمال وستثلاثوا ذيوان وين جنسي الحقيس وستثلاثوا ذيوان لا نبدن جنسي الحقيس نرمال ثم توث تسجيه ماس ثم توث تسجيه التماس يلي ستسجيه ماس يما ستسجيه يليس نرمال ولكن نجيب الرضا ذلك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت الشرط الثاني الشرط ويسلاثة ويسلموا تسليما معنى التطبيق بلا إشكال لازم تطبيق فريث مثلا هذه باختصار رسالة ثم عمر إثير رحمة ربي ويقفل انت معمرين ذلك سمتوث مزي مقارد في الأسنة عفو ربي ويقفل ما زال قدش في الأسنة عمرين أسنة ربي الخير وانت خير إن شاء الله أي انت في غمر يقضى أي انت يقضى هذا حرز ربي غريف إن شاء الله هذا يحفظ ربي إي موظن نغطني شفو ربي من كل إهدا سبحانه رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين